كثيراً ما نسمع عن حالات النزاع على الأطفال عقب الانفصال، انفصال الزوجين بطبيعة الحال وللأسف أن البعض إما لا يفهم الوضع القانوني للمسألة وإما أنه قد يستغل بعض الثغرات القانونية مما يؤثر على الطرف الآخر ويسبب الظلم له وللأطفال فكيف نتصرف في مثل هذه الحالات حديثنا مع ضيفتنا الأستاذة عفاف الرشيد المحامية المتخصصة بالحالات الاجتماعية، أهلاً وسهلاً بك يا أستاذ أهلاً وسهلاً بك في البداية أستاذ عفاف أخبرنا ما هي أبرز المشاكل القانونية التي تحدث فيما يخص حضانة الأطفال بعد انفصال الزوجين المشكلة الأكبر هي الصراع بين الزوجين الأطفال يبقوا عندي أو يبقوا عندك الصراع واستغلال الجانب القانوني يعني إذا كان الزواج مانو مسجل بيستغل جداً هذا الجانب الزوج باعتبار أنه هي ما فيها باب تعرف أو ما عندها علم قانوني ما فيها تقضى ترجع للمحكمة عشان الحضانة أنه هي فيحرمها من الأولاد أعتقد أنه إذا كان الزواج عارفة كمان يحرمها من الأولاد يرمي عليها يمين الطلاق أو يترك لها الأولاد يرمي عليها يمين الطلاق وما يدفع لها النفاق للأسف وإلى حد ظلي لا نكم علقة ولا نكم تلقة للأسف المجتمع بيزخر بكتير بهيك الإشكاليات يعني من هذا الجانب بنعكس على الأطفال على الصحة على الحالة النفسية الحالة الاجتماعية الحالة الحضارية يعني المجتمع وقت يكون فيه كتير حالة التعليم والكل الفن وكل الأمور هي بتتراجع لورا لأنه نحن ما نبي بيئة مناسبة لأنه المجتمع يتطور نحن في بيئة وتخلي المجتمع في مكانه جامد وبتجمد الأسرة جدا يعني تبقى الأسرة يعني ما عم تقدر تأخذ دورك خلية في المجتمع بشكل سليم أكيد نعم صحيح طيب أستاذا حذرتك ذكرتي يعني في البداية مقدمة عامة لطبيعة المشاكل التي تحدث أنا حاب شوي ندخل بتفاصيل في القانون هلأ طبيعي أن القوانين تختلف من دولة إلى أخرى في العالم العربي لكن في بعض الأمور المشتركة عادة القوانين يعني كيف تتناول موضوع حضانة الأطفال كيف بتقسم هذا الموضوع أنا بدراسة مقارنة للتشريعات العربية بشكل عام يعني كوني أنا مثلا القانون السوري أنا بلن فيه تماما لكن أنا بدراسة مقارنة في موضوع الحضانة موضوع النفقة فيه أمور كتير بهدف أنه نحن كعرب كيف ممكن نحن نرتقي بهالحالة صحيح لاحظت أنه الحضانة هي عم بتكون هي للأم لكن عم بيصير فيه صراع يعني ممكن في بعض القوانين الزوج يتهمى بأنه مثلا هي غير أهل أو وباء إلى آخره فيسحب الحضانة مثلا منها كل القوانين بتقول الحضانة هي للأم لا بس لعمر معين عمر معين لحد الأدنى سبع سنوات لحد الأقصى خمسة عشر سنة نعم التغييرات اللي مرأت هلأ خلال العشر سنوات الأخيرة مثلا بحسن بقلك بما تعدي القانون المصري القانون العراقي قانون السوري مثلا هذول مثلا مرت عليهم بشكل دقيق الحضانة صارت خمسة عشر سنة تمام الصبي والبنت يعني ذكروا الصبي والبنت لخمسة عشر سنة بعد الخمسة عشر سنة ممكن يصير في تخيير للطفل تمام البنت ممكن تختار أمه أو الصبي يختار أمه أو يختار والده ما في مشكلة لكن بعد الخمسة عشر سنة شو هو المصير وممكن تبقى البنت اختارت أمه لحد تزوجت بيقيت عند أمه ومع ذلك هدا بعمل صراعية ترى هالأم هالهي أهل لها الحضانة كمان عبصير خلافات واختلاف بالرأي العام والرأي المجتمعي لأن القانون هو بعبر عن إيرادة المجتمع يفترض في البيئة الاجتماعي بتقولك أنه أنا كالأب عندي إمكانية أني أنا أكون حاضن بشكل نموذجي أكثر ما عنده الإمكانية الاقتصادية بهذه الطريقة مثلا عبدال دائما في صراعات بهذا المجال ومنافسة بشكل عام لكن الشيء الإيجابي اللي حصل أنه طالت مدة الحضانة عند الأم هو إيجابي بالنسبة للأطفال باعتبار هي القادرة أكثر على رعايتهم وتقديم الحنان الرعاية طبعا هذا يعني ما أعتقد أنه ينافسها أحد يعني نعم إضافة للأمور الاجتماعية الأخرى هلأ وقتلي كمان من جديد عم بدخل أنه موضع القاضي الشرعي المختص بالقضية يعني بدخل على الجو ممكن يعملوا زيارات من هيئة الأسرة لجنة الأسرة زيارات للعائلة تأكد على الوضع يعني الأب اعترض ممكن يكون فيه مين يتأكد بهذا الأمر ويتطمن لأن الحضانة هي لمصلحة الأطفال نعم بالدرجة الأولى والأنزمة اللي القانون اللي بيضبط شروط الحضانة وهي هو من النظام العام يعني ما فيه مجال لأني واحد يعترض عليه إلا في حالات كيفية التنفيذ يترعى بتنفذ بشفافية ولا بتظل أحيان عقلية للذكورية بتأثر دائما يعني هنا السؤال أستاذ عفاف طالما حضرتك ذكرتي أنه في معظم الدول العربية الحضانة لحد 15 سنة للأم لماذا الأم تخسر يعني حضانة أطفالها في بعض الحالات يعني هلأ مثلا القانون السوري نفترض أنه حدد أنه لازم ما تزوج إذا تزوجت من حدا غريب عن الأطفال تخسر حضانة لكن تنتقل إلى الأم إلى والدتها نعم وهلأ بالقانون الجديد تعديل السوري النهائي أنه إذا الأم والدتها مكت بصحة قادرة أنه تحضن الأطفال ما عندها وضع صحي أو مريضة أو رفضت مثلا نفترض يعني لزرف أم ترجع الحضانة للأب هلأ هون في إشكالية رجعة الحضانة للأب يا ترى كيف روضع عن زوجة الأب كمان يعني في حقيقة مشكلة في احتمالات كتير وحالات كتير يعني بهذا طيب أستاذ عفاف في بعض الأحيان بتكون الحضانة للجدة أم الأم إمتى هاي الحالات بتكون ها إذا تزوجت الأم بتكون للجدة للجدة أم الأم إذا ما كانت بتقدر بالقانون السوري حسرا ما كانت بتقدر بترجع هي للأب زوجة الأب كيف ممكن أو أم الأب عفوا أم الأب يمهم لطرف الأب أو بترجع للخالة مثلا بترجع للعمة يعني بهالمسار هذا وحقيقة قوانين العربية كلها بهذا السياق متشابهة نعم طيب ذكرتي مصطلح أهلية الأم يعني وهذا المصطلح للأسف الشديد كثيرا ما يلعب عليه بعض الذكور في حال أرادوا أنه يقهروا قلب الزوجة أو المطلقة وينتزعوا منها الأبناء فما هي معايير تحديد أهلية الأم حتما شيء منطقي بديهة تكون كاملة الأهلية تكون في صحة جيدة يعني ذهنيا وجسديا تقدر أن هي تقوم بخدمتهم وريعايتهم هاي من البديهة يعني لكن السلوك السليم القويم ما يكون عليها أحكام ما يكون عندها أعنف ما يكون عندها مرض نفسي هذا كله طبعا بيخضع للمحكمة يعني وقت يصير الصراع بين الحاضنين الأم والأب مثلا الأطفال بنقوله المعلومات الأخبار يعني مثلا ممكن المحكمة بتكون بتابعها المواضيع إذا كان هي عندها مرض نفسي ما بتقدر هيفرد تفقد في نساء بيظلموا يعني شو الأخطاء اللي ممكن ترتكبها المرأة مثلا هل مجرد العصبية في موقف معين ممكن تخلي الرجل يستغل هذا الموقف ضدها لا ما بيصير هذا شيء بيخضع لطبيب أخصائي لتقرير طبي لقرار قضائي بعدها بالنتيجة ما بيصير بشكل عشوائي نهائيا ممكن يكون هالوضع يصير لأجل المنافسة لا ممكن تتهم بسمعتها بأخلاقها وهل منطلق هذا يعني افتراءا مثلا يحاولوا لكن في قضية مثبتة بقرار مبرم بقناعة المحكمة بتحافظ على الحضانة نعم مع الأسف نسمع كثير بس عن قصة صمت المقالة إسراء أنه مثلا بينتزعوا الطفل يعني من الأم فحكينا هون كيف الأم تتصرف في هذه الحالة كيف تستثمر أو تستخدم الجانب القانوني للصالحة لحتى ترجع الطفل لحضانتها هلأ الانتزاع الطفل من حضان ما بمكن يصير من طرف أهل الزوج أو الزوج بشكل استعمال القوة يعني هلأ في حالات مرت علينا كتير يعني مثلا في زوجين مختلفين ما مر علي أم ألا بدين الصالح حاول كتير أنه يسترجع يعني يخطف الطفلة هو عنده هذا الهدف لكن بالنتيجة لتقوا قالوا من أن نرح الحديقة وأنا من أن نتناقش بالحديقة العامة بالحديقة العامة ومن أن نقدر نرجع لبعض وبالحديقة العامة أمه معه وقالتهم والله يخطفوا الطفلة طفلة من حضن الأم وفورا رحوا على سوريا ما قدرت هي تعمل ما بتعرف طبعا وقت تتحكيت معي كان الموقف صاير ما كانت بتعرف شو بدأت تعمل لكن هلأ نحن من وعيهم في رقم المئة وثلاثة وثمانين رقم الخط الساخن لقضايا العنف اللي بصير موجود يعني كتير ممكن أنه دورنا نحن نوعي هالنساء بهذا المجال طبعا أنا حابة برضو في حالة خاصة كثيرا ما تحدث وبسمع عنها بصراحة بشكل كتير كبير بتكون المرأة معنفة مثلا زوجها عم بضربها وبلحظة معينة هي بتطلع من البيت يعني بسبب شدة العنف وبتترك الأبناء وبعد ذلك بتصير القضية في المحكمة ويعني تصل إلى الطلاق لكن الزوج بيستغل فكرة إنها هي تركت الأبناء وبياخد حضانة الأطفال فش بتنصح المرأة في هذه الحالة يعني في حال كانت معنفة هل ما تترك الأبناء يعني رغم كل ما يحدث أم ماذا يعني تتقدم بشك واحد من أكيد القانون بيحميها وحاليا الخط الساخن موجود وبكل الدول العربية وحتى نحن هنا في تركيا بشكل امتياز يعني نعم وممكن ما يعني يتوفر حالة كتير من المعاناة بهذا الجانب لأن كل الدولة وقعت على حقوق اتفاقية السيداء أو حقوق الطفل كل دولة اللي وقعت على هالاتفاقيات الدولية هي ملزمة بتنفيذها وهي فعلا بتنفيذها من خلال قوانين وكل الإجراءات الإدارية لتسهيل الوصول إلى حالة التعنيف والخط الساخن هو يعني بسهل طب هل خروجها من المنزل في مثل هذه الحالة يثبت مثلا عليها عدم أهلية أو يثبت سمعة سيئة بشكل أو بآخر في القوانين العربية ولا لا هي بتقدر إنها تأخذ حضانة الأطفال إذا ما قدرت هي تكون واعية وتعرف شو حقوقها وما رحت على قسم الشرطة ما تقدمت بشكوى فممكن يتأول تأويلات وإذا كانت هي جاهلة بالنواضيع كيف بدك تساعد حدا ما بيع في ساعد نفسه ما عرفاني الطريق أما وقت اللي بطلعت وراح تقدمت بشكوى تعنفت وضرب بشكل مباشر وصار في تقرير طبي بتجي بالعكس الدولة وقتها الشرطة المجهة المسؤولة يعني بتأمن للبيئة الآمنة والحضانة الأطفال ما بتخسروا لهذا السبب جميل طب لحتى ينتشر الوعي أكثر للمرأة تحديدا وبحقوقها حكي لنا عن الثغرات القانونية اللي بتم استغلالها ببعض الأحيان الثغر القانونية اللي يعمل تستغل هي أنه الزواج عم ينقبل أنه يصير بدون توثيق قانوني عرفي وخصوصا الأجانب اللي عايشين في بلد هني مو بلدهم وعن بيستندوا على هذا الزواج هذا الزواج يعني حقيقة كثير كثير يعني موضي بضيع للزوج كثير من حقوقها لأن ما بتعرف كيف أولا هي هنا مثلا بتركيا نفترض نحن موجودين هنا ما بيعترف بهذا الزواج هي ما إلى أي حق من الحقوق لكن في حالة التعنيف نعم في حالة سلب الحضانة منها نزع الحضانة منها ممكن لأن تركيا ملتزمة بإتفاقية السداو وجميع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان نعم بيساعدوها بناء على أنه وثيقة نوية عندها كملك عندها هوية نعم وهي الطفلة هي نفس الرقم الوطني أنه ممكن يساعدوها لأن الزوج ما ساعده كانت يضحيته لكن ممكن توقف الدولة معه في هذا الشهر نعم شكرا جزيلا حقيقة الأستاذ عفاف الرشيد المحامية المتخصصة بالحالات الاجتماعية على كل هذه المعلومات عفوا شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الجانب الحضاري من المجتمع شكرا شكرا لكم